مارس الكولر اللي كنت بأتكلم عنه نهاردة في المقدمة الأهمية أو أهمية ما فعلوا مارس الكولر هو التطور الكبير لمعظم اللعبين وانت وتلعب للفصل عشان أشعر بانك يعني كل اللعبين مش بس طوزم اللعبين أنا بقول معظم اللعبين يعني بس كل اللعبين فيه تطور ملحوظ مقود اللعبين ما كانوش في السورة يعني حسين الشحات، محمد هاني، كريم فؤاد كهرباء اللي كان بقاله سبع شهور ما بيلعبش كورة محمد فتحي والتطور والهجوم العظيم عدد كبير من اللعبين اشتغل عليهم مارس الكولر بشكل رائع جدا وطورهم ده على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ويرب ما يكونش جمهور النادي الأهلي يزعلوا مني وانا بتكلم النهاردة في المقدمة أو بعض من جميع النادي الأهلي انه أنا مارس الكولر بشوف له شكل فني قادر اقول لك والله شو بيدخر الجنحات ازاي جوه والبكات بتطلع ازاي ولعبت الوسط تمانية بتخش تشارك ازاي وفي حاجة كده تبقى انت ملامح واضحة حفظها المارس الكولر في الشكل الفني بتاع النادي الأهلي وقت موسماني الواجهي كان ناجح ناجح باهر مع النادي الأهلي طبع بس ما كنتش بلمس شكل تكتيكي ممتع في النادي الأهلي زي أنا نلامسه دلوقتي مع مارس الكولر فعلى المستوى الافراد طور جدا وعلى المستوى الجماعي وتكتيكي طور جدا وبشكل ملحوظ قبل ما اقول لك هو اضاف ايه لكل العيب على حد وانا منطقي نموذج أنا قلت هو اضاف للجميع لكن انا منطقي اكتر من نموذج هنتكلم عليهم تفصيلا لكن هيني يقول لك قائمة الشرف اللي عملت الموسم العظيم التاريخي للنادي الأهلي ما ينفعش يتقال على الموسم ده ولا المدرب ده في موسمه الاول اقل من كلمة تاريخي فلازم اقول لك قائمة الشرف بتاع اكثر اللاعبين مشاركة اللي ساهموا في الانجاز التاريخي ده لانك بتقيسوا كل لعب اه ممكن اللاعب يبقى لعب قليل لكنه ساهم وفيه مثال جالينه في نهاية الحلقة لكن في نهاية الفقرة لكن خلينا اقول لك قائمة الشرف لانه اللاعبة دي اللاعبة دي اشتغلت فترات طويلة مع الراجل نظرا للجودة اللي قدموها نظرا للمردود اللي قدموه نظرا لشغل الراجل معهم اللي قتى ثماره فبالتالي الناس دي واجب ذكرهم مين اكتر خمس لاعبين ودي قائمة الشرف بتاع الموسم بالنسبة للنادي الاهلي اكتر خمس لاعبين يا كريم قدروا انه هم يشتغلوا مع الراجل وخدوا اكبر عدد دقيق يمكن اكترهم طبعا بالطبع محمد الشناوي 4275 دقيقة علي معلول 3966 دقيقة محمد عبد المنعم 3554 دقيقة اليو ديانج 3527 ومحمد هاني المظلوم دائما 3306 دقيقة فانا بكلمك على اكتر خمس لاعبين اليو ديانج محمد عبد المنعم محمد الشناوي علي معلول ومحمد هاني خمس لاعبين قدروا يا كريم انهم ينتزعوا ثقة الراجل انهم اخدين اكبر عدد دقائق خلال الموسم الحالي محمد شناوي مثلا لعب مباراة الدوري بالكامل غيب شوية بسبب الاصابة في دوري ابطال افريقيا لكنه لعب مباراة الدوري بالكامل فانا بكلمك على دي قائمة الشرف كل اللاعبين طبعا يسعقوا كل الاشادة لكن خمسة دول تحديدا هم اكتر ناس سهموا بحكم انهم اكتر ناس اشتركوا خلينا اقول لك كمان قبل ما ندخل تفصيليا على لعب لعب مين اكتر لعب صناعة اهداف لان في بعض اللعب بيصلى شوية او تغير او تذبذب في المستوى خلال الموسم فمهم انك تعرف في النهاية الصورة دايما الحاضرة هي الصورة الانية عند الجمهور اللعب ختم الموسم ازاي او دلوقتي هو عمل ازاي فخلينا اقول لك العناصر اللي سهمت بالتسجيل او بالصناعة كانوا مين وعملوا ايه وقدموا ايه اكتر لعب سجل مع مارسي الكولر منذ قدومه الى النادي الاهلي كان محمول عبد المنعم كهرباء 14 هدف محمد شريف 12 احمد عبد القادر 10 اهداف علي معلوله بيرسي تاو لكل منهما 9 اهداف فدول اكتر خمس لعبين سجلوا اهداف مع الراجل من وقت ما جاء انت بقى فصرها زي ما تفصرها شوف اللعب ده ساهم ولا ما ساهمش كان كويس ولا كان وحش اه في تذبذب لكن في النهاية دول الخمسة الخمسة اكتر خمس لعبين صنعوا مع مارسي الكولر الكريم علي معلول بالطبع دايما احمد اللعب صانعوا علي معلول 16 هدف حسين الشحات 13 بعد كده مجدي افشا وبرسي تاو 6 لكل منهما محمد هاني وطهر محمد طهر خمس صناعات لكل منهما انا ليه ليه استعرضت القائمة دي تحديدا يا كريم استعرضت القائمة دي علشان نستعرف مين اللي ساهم في هذا الموسم التاريخي بشكل اكبر من مين لانه زي ما قلت القناعات بتختلف القراءة الفانية تبقى للجماهير تختلف المردود نفسه تقييم عنده جمهور مختلف لكن هي دي الارقام بتاعة الموسم حتى هذه اللحظة مع الكبير مارسي الكولر ارقام عظيمة